إقالة عمدة بورتلاند تيد ويلر باتت أبرز مطالب المتظاهرين في المدينة الأمريكية بعدما تعاملت شرطة المدينة بقسوة معهم من خلال استخدام الغاز الموسي للدموع إضافة لاعتقال العشرة منهم أنا هنا لأن عمدة بورتلاند تيد ويلر يجب أن يستقيل لأنه وقف هناك وقام بعمل رائع أمس في إسقاط دونالد ترومب بسبب تصايده للوضع لكن في الليلة الماضية اعتقل مئة شرطي تسعة وعشرين متظاهرا سلميا وجاء مقتل أحد مؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليمنيين ليزيد من اشتعال المظاهرات دافعا شرطة الولاية لتنفيذ دوريات إضافية خلال الاحتجاجات الليلية في المدينة ومساعدة من شرطة المناطق المجاورة للحد من أعمال التخريب والعنف مع اقترب المدينة من مائة ليلة متتالية من المظاهرات كيت براون حاكمة ولاية أوريغن أعلنت عن تحالف من عدة وكالات أمنية للتعامل مع الأزمة مواصلة رفضها إرسال الحرس الوطني إلى بورتلند مما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترومب لانتقادها وانتقاد ويلر الذي يدعم موقفها داعيا لإعادة القانون والنظام إلى شوارع المدينة وأصبحت بورتلند نقطة مشتعلة للمتظاهرين ضد وحشية الشرطة والعنصرية منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد في مينابولاس في الخامس والعشرين مثيرا موجة من الغضب محليا وعالميا ترجمة نانسي قنقر